واسع الكبير وصل جانالكم بالمحش النهاردة عملنا لكم محش كرنبا ولحمة دي كان غدانا النهاردة فهنقول مع بعض كده الطريقة ازاي ونشوف الوصفة بتاعتنا كانت مكوناتها ايه وهنعمل المحش وياكم وهنسوي اللحمة معاكم واحدة واحدة جد يا مساء الفل يا مساء السعادة على عيونكم على احلى اخوات واحلى اصدقاء في الدنيا اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله تعالوا بقى نشوف مع بعض النهاردة عملنا ايه عملت لي يا مشاهد احنا عملنا محش كرنب اه وعملت لحمة ده الكرنب اللي هو البلدي طلع الوقت حالا يعني موجود في السوق عامة طبعا اتناعرفيني الوراق الكرنب ده هو الوراق الكرنب البلدي بقى مسكر وخفيف وطعمه جميل جدا وده طبعا اللحمة بتاعتنا بقى ايوة بقى احنا في عيد بقى وفي لحمة وكده يعني اخدين بالكوا يا بتاع اللحمة دي طبعا المحشي صواب عوات كرنب ودي لحمة مستويه ومتحمرة وتعالوا مع بعض كده ندخل في الفيديو بتاعنا ونشوفه المكونات بتاعتنا ايه عشان خاطر كل اخواتنا اللي لسه مبتدئين نشوفه معنا الفيديو طبعا انا عندي ايه ده الرز مغسول والصفة وده الكرنب ده انا كنت جايبة كرنبتين طبعا اتسلقهم وقطعتهم وده الوراق بتاعهم بقى انا بقى ايه كل ما هجاء احشي اخد ورق ايه ورق ايه اطحق وikitو لاخدهم في الجانباء مهما طمعا اطحق ورصوت واشت dragging دية تازبيقى بتاعتهم طبعا تازبيقى بتبقى تازبيقى تازبيقى بصل ايه ايه اثيره ونزلهم بالطماطم لما صلاة Giovani يهت الاسوب اللي لابها لنふدsemل يكونا istmeti وراء ملح شطة السبع بغراط تمام طبق اواي نحط المكوانات بتاعتنا وكسبرة وشابة طبعا وبقدونس ده حاجة اساسيات للمحش انا غسلت الرزي وصفيته طبعا هنزل بالسلسة شفت اهم حاجة التاسبكة بتاعتنا يعني مفيش فيها اي يومية ولا اي حاجة نسبكة ده على النرها ديه دي طبعا الكسبرة والشابة تاعته البقدونس الخضرة عمدا بتاعت المحشي هنزل بقى كل مكونات واجب التوابل بتاعتي عشان ايه نتقبل كده المحشي بتاعنا ده اهم هي ده كل خلطة المحشي اللي احنا بنعملها عمدا يعني اكتزي معايا وما تنسيش وتحط اللايك بالله عليك كده او دعوة من قلبك لختكم مشاهد تمام تمام اخضت الله اعلم بقى في المكونات بتاعتي ديه بعد كده ايه انا حطرتها في الطبقة ان كنت وصلت معي الهنا صلى معا على الرسول طبعا اللحمة بتاعتب تستوي طبعا اللحمة اني غليت المياه حطت بصلايا طماط مياه حطيت اه الفيلت الأصمر سبع بارات سنة قرفة انا بحب تعمل قرفة جدا وحطيت لوري وايه في الصن حبهان مكتبها ايه تستوي معا نفسي كده وبرحة طبعا اللحمة اللحمة بتجيت سواء تبقى اشتعل عليها النار بقى هدي عليها النار كده تستوي كويس وهتديك رحة حلوة لكن لما تتعل عليها النار مش هتستوي الوقت خالص وطبعا شربتها بطروح طبعا مزودة الشربة عشانا محتاجة شربة للمحش وكده يعني طبعا لنسبة لما تستوي كنت بقى نلف المحش بتاعنا كده هجب الحلة بتاعتي وانزل بترانشاط بصل بترانشاط فلفل وهجب بقى قرن فلفل حامي جبار عشان دوات يخلي المحش مش هتشاط تمام على فكرة محش الكرومبو ده جميل جدا 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 انا عندي في البيت بيحبه او 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 وبصراحة هو كان طعامه جميل بصراحة يعني اه طبعا هجب بقى ايه الارد الفلفل الحامي اللي بقول لكم لو شفتوا الارد الفلفل الجبار استغفر الله العظيم وبصراحة كان النار نار دوات بلا ما حطته كده لما محش بقى غلي ويستوي كده اه طبعا الحموية اللي فيه او النار اللي فيه طلعت على المحش يعني طعمته تطعمه ما فيش بعد كده طبعا ما نفرغ طبعا الحلقة قدي شوية عشان ما نفردها في الحلقة كلها تبقى ايه حت فيها وصل وحت نفهاش وعشان تبقى الحلقة بتاعتيه كلها متسرين تبقى ايه مطبط وصلت معي الهنا طيب وديه لي بقى ايه تسلم ايه دي كمشاهدة تعالوا بقى نلف المحش بتاعنا بقى كل واحد فينا ليه طريقة في اللف في اللي بيلفي زي بنا بقى لف كده وفي اللي بيلفي عكس زي ما احنا ايه بنشوفهم طبعا كل واحد وطريقته انا طريقة ديات اللي بيلفي بالا طول والحمد لله وهتشوفوا المحش معايا بعد هو بيستير ولا حبايا طلقت من الصباح المحش وانا بحب يخلي الصباح يكون صغير كده يعني صراحة جميل جدا يعني احنا انا بقول وبحلف يعني قدامكم المحش طبعا نعرفة اللي احنا كلنا ستة بيوت زي الفل يعني نسد في الحياة كلنا بنعرف نعمل المحش وكلنا بنعرف نعمل كل حاجة زي الفل بس انا بنتكلم مع البندات اللي لسه طالعين وكده يعني يعني انت عرف تلف المحش زينا كده اخدين بال كنتم اكيد طبعا دي طبعا انا لفت لقوكة من صباح كده عشان تشوفوا اللافز زي كده يعني قربت في نص الحل له بقى يعني حبة كده وحبة كده بس ايه رأيكم زي المصطرة ولا صباح رايح كده ولا صباح جاي كده كنت وصلت له هنا بالله عليك ما تزليش في اللايك بالمرة بقى طبعا بقى نحط له بمقدر الشربة بتاعته وهزبطه كده اهم حاجة هتلاحظي ان هو بيستويه مفيش حابات رز خرجت برا دي طبعا هو بياغلي اوه بتشرب رايق فيه حابات رز خرجه من المحش ولا ايه حاجة اهم حاجة بقى في لفة المحش بتاعك وانت بتلف فيها كده بتبقى انت ايه ضغط على الصباح وانت بتحشيه عشان ما يفروضش الرز بتاعه وهو بيستويه كده بتعالوا بقى ايه حمرنا اللحم بتاعتنا حط بقى في الطبق بتاعنا كده احنا اللي هناكل لازم نخلي ايه العين تاكل قبل البقى ركزي معايا في الكلام ده مش قوضة اللي انت مسلا تحملش كده لزوائي الاكلة اذا كان عندك كعزون ولا كده لأ انا بحب اعمله كده لان ما حفيش حد هيكل احسن مننا طبعا يبقى نعمل احلى حاجة لنا طبعا اللحمة متحمرة شفت الحمار اللحمة روح 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 روحات مستواسة ويأس طبعا اللحمة متحمرة سوا ايه جميل جدا اه الفيديو بتاعنا جميل جدا النهاردة وخفيف يعني ويأي ويا ربا بس ما تنظنش في المشاهدة بالله عليكم المعشي بعد مستوط على بقى انجبسترفيز بتاعنا ايه ونكب في كده ونشوف بقى شوفوا بقى المعشي هو نازل بقى ولا محشية راحت كده ولا كده كله نازل مظبوط يا جمالك يا دقاتك يا حركاتك ايه الجمال ده ازاته واحنا بنلعب واحنا اي حد انا مشاهد طبعا المعشي بتاعنا هوت صباح وصباح وفيش حاجة محروقة طبعا نركزه في الكلام والاكل زي الفل اهو والعين طبعا بتاكل قبل البقى اذا ما احنا شايفين شكل الاكل بطراحة شاهية 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 يعني ما تنسونيش في اللايك بقى والشير كده يعني ايه حركات كده والتكات بتاعتكم بطراحة بطراحة اخلصوا في المشاهدة شوي لان المشاهدة بالمرة 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 اهه اهو دي كان الفيديو بتاعنا يريد ما تنسونيش باب اللايك والشير والاشتراك وما تنسوش تفعروا درجة القرص عشان يوصركم كل جديد من موصفاتي والسلام عليكم ورحمة الله